السلام عليكم شباب في كم واحد سألوني كيف نقدر نلعب رانك اه فهذا هو الفيديو شرح بسيط وبالنسبة للاشخاص يعني اللي بد اللي بدهم جواب بسرعة على هيك الشغلات لان هيك الشغلات ما فيني اروح اكتبها بالتعليق كرد او جواب لانه شوي صعب يعني ما فيني اشرحها بسهولة فاذا انت حاب يعني عندك اي سؤال او استفسار فهذا رابط البث على التويتش موجود بالوصف راح احط لكم الرابط بالوصف اللي حب سني عن اي شيء اه بتعلق باللعبة او طبعا خبرتي مش كبيرة كتير لكن فيني اساعد بعض الاشياء فراح يكون اه اسم اه صفحتي على التويتش امامكم راح راح يطلع هون على الشاشة او اضغط على الرابط بوصف الفيديو كمان راح يخذك لقناتي بالتويتش وحط لي متابعة وبس شفتني بث ازا عندك اي سؤال اطرح السؤال وزا فيني اساعدك اساعدك لكن اه محتوى فيدي اليوم هو كيف انك تلعب رانك وتفعل وتسوي عشان تقدر تفتح الرانك وتحلك انك تلعب قيمة الرانك طبعا الخطوات جدا بسيطة اول شي لازم يكون عندك تلتعاش دولار على الستيم شاحنها هالشي جدا مهم طبعا في بعض الاشخاص ما يقدروا يشحنوا اه اه مصاري على الستيم فانت مضطر انك تشتري اه ستيم كارد بقيمة تلتعاش اربطعاش او خمسطعش دولار طبعا المواقع اللي بتقدم لك هالشي متل جي جي تو اي كمان راح حط للكم رابط هادا الموقع بالوصف ممكن من خلال بتشتري اللينك او يعني اه المفتاح اللي بقيمة خمسطعش دولار او اربطعاش او تلتعاش دولار انا حاولت ان بارح اني ادور على كود بتلتعاش دولار لكن ما لقيت اه فقط الكود بخمسطعش دولار موجود فهذا الشي ممكن انك تشتري هالكود وطريقة انك تشحنوا عندك بالستيم كمان راح اشرحها هادا اول شي راح اسويه طبعا بتروع على اسمك عشان اني بعد ما تشتري الكود واللي مش حاب يتابع الخطوة هادي قدم الفيديو لقدام شباب طبعا بتروع على اسمك وبعد ما تروع على اسمك بتعطيه فيو ماي والت المحفظة يعني بعد ما ينقلك على الصفح هاي بتعطيه رديم ستيم كفت كارد من انت بتشوف كفت كارد فخلاص بتكبس عليها انت الكود اللي اخدته بتلسقه هون بتعطيك فراح يظهر لك نافذة اه صغيرة انه اعطيك خلاص يعني تم التأكيد او بنجاح وهيك شي طبعا بعد ما تأكدوا ان المصاري صار عندك لازم يكون متل ما قلت لكم اقل شي تلتاعش دولار لانه ازا لانه سعر الرنك اه عشان تفتحوا اتناعش فاصل تمانا وتسعين سنت يعني تقريبا تلتاعش طيب بعد ما صار عندك على مصاري تلتاعش دولار او اكتر اللي هو بتجي فوق على الكتابة باللون البرتقالي احمر شوي بعطيك اشارة البلوس وهيك بتكبس عليها بعد ما تكبس عليها راح يطلع لك هون تحت اه بهاي النافذة انتو انتو عدتكم راح تكون مختلفة لالاشخاص اللي مش يفعلين الرنك اه فشو بيقول لك اه لازم تسوي اوب جريد بيكون مكاتب لك مربع متل متل هذا المربع اوب جريد فانتو بعد ما تكبس عليها راح يطلب منك انك تدفع هالمبلغ تلتاعش دولار فارح يتفعل عندك اه الرنك لكن بيضل تفعيله من خلال اه رقم الهاتف او الجوال طبعا هالشي كمان راح اشرح لكم اياه متل ما كم شايفين هادا الصاحبي هون بعد الصورة كمان اللي عنده الرنك مش ينفعل ماشي فانتو بعد ما تشتري الرنك راح يطلع لك بها الطريقة هاي بيكتب لك هون كل وضوح انت وقت اللي بتكون كابس على الرنك ومختار الرنك وودك تلعب رنك فرح يكون حاطت لك يعني ما فيك لا تستطيع لعب الرنك ليش لانو انت الاسم مش حط اه رقم الهاتف فرقم الهاتف فيك تضيفه من خلال الكبس على هاي الايقوني موبيل تكبس عليها فرح ياخدك تلقائيا اه النافذة اللي فيك تحط فيها رقم الهاتف فانت لازم تكون متأكد انو اسم الدولة يكون محطوط هو تلقائيا بيحط لك اسم الدولة والنداء يعني يعني اشارة الزائد وبعدين هل رقمين او ثلاثة وراها طبعا انت اه وقت اللي بتحط بالمربع اللي يطلب منك رقم الهاتف يعني الكمالة رقم الهاتف فهذا المربع اه بتحط فيه رقم الهاتف بدون الصفر لانو وقت اللي بيحط لك اشارة زائد ورقمين او ثلاثة ورا يعني رقم يعني هذا يعني نداء الدولة فهو بيكون تلقائيا بيكون الصفر محسوب فانت وقت اللي بتحط رقم الهاتف ما تحط صفر ماشي مسلا صفر ستة بتعرف هدول الارقام او صفر التسعة والصفر ما بتحطو التسعة وبتكمل او يعني الستة يعني حسب الدولة اللي انت فيها الارقام بتختلف من دولة من دولة لدولة فبتحطو بتستنى شوي ويبعتو لك كود هذا الكود راح تعبيه كمان بالنافذة اللي راح تطلع لك بعد ما تكبس تأكيد يعني بعد ما تعبي رقم الجوال يعني بعد ما تحط رقم هاتفك وتعطيه تأكيد فكمان راح ياخدك على صفحة تاني راح يرسلك الكود على آآ ياما راح يرسلك يا رسالي وانا سمعت اخبار انه ممكن يتصل عليك اتصال وراح ينقلك الكود فانت هذا الكود هو يمكن عبارة عن ستة ارقام فكمان راح يطلع لك ست فراغات او سبع فراغات بتعبي الكود هناك وبعد ما تعبي الكود بتعطيه تأكيد وخلص هذا هو كل شي صاحبي امباه راح سواء الخطوات هاي بالضبط ومشي الحال معاه فبتمنعكم استفدتوا لا تنسوا اللايك والتعليق ومتل ما قلت لكم ازا عندكم اي استفسار فلا تنسوا تتابعوني على تويتش الرابط بالوصف ازا عندك اي سوال وحاب جواب بسرعة بشكل اسرع يعني البث امامكم على تويتش بالالسف انا ما فيني افتح دائما فيديوهات على اليوتيوب لانه اليوتيوب مش منصة ستريم فهذا كان كل شي شباب مشكور والسلام عليكم